اشتركوا في القناة والصباح الشوط العشرين الذي ينطلق في هذا الصباح ليحمل لنا في طيات الجعدان اللقاية المحليات الأصائل في هذا النغل الحي والمباشر من شاشة دبيريسينغ في المرموم تحفت الميادين نتواصل وننطلق مع الشوط العشرون الذي يحمل هذه الكوكبة وهذه الأسماء من الجعدان اللقاية المحليات ونتعرف على ما يدور حول هذه التنافسات وهذه التحديات الجميلة في طيلة مسافة الخمسة كيلو مترات أسير مع المركز الأول وتقدم مياس راشد من دنامب فالح الشامسي على راسي حربة الشوط المركز الثاني ياتي فجاج المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري ياتي على المركز الثاني المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز الشامخ أمبارك بن عامر بن عفصان المنصوري ياتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيخ والجميل بينما هناك المركز الرابع المركز الرابع أمصيحان أمصيحان سلطان بسعيد بن محسن أعود إلى المراكز الأولى أعود مرة ثانية من البداية وتقدم على المركز الأول هذا مياس راشد بن دنام بن فالح بن سيف الشامسي ياتي بالمقدمة وبالمركز الأول يليف المركز الثاني ويتقدم على ثاني المراكز هذا تحرك الدرع لخالد بن حميد بن حارب المهيري أتى بالمركز الثاني المركز الثالث يتقدم في الشامخ أمبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري بينما هذا يتحرك مشاهدي العزاء عرنون هذا عرنون لسعيد بن عبيد بن سالم الراشدي يقدم عرنون في هذه الانطلاقات والشامخ محمد بن هلال بن سعيد العفاري أيضا يقدم الشامخ هناك بن نصرة من الجانب الآخر كذلك وعلى ما أعتقد بن بروك الحميري بنشوف عموما الأرقام يتقدم هذا الشعار السايح السايح لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري وأيضا هناك المهندس محمد بن غبشي بن سالم بن بخيت اكتبه في هذا الاندفاع هذه الأسماء المتقدمة هذه الانطلاقات الرائعة والتحديات الجميلة مشاكل خليفة بن علي بن حمد العطية أيضا يتدخل في تنافس هذا الشوط وهناك هناك ناجح هذا ناجح سعيد بن مطهر بن محمد بن دحروي العامري يقدم ناجح وأيضا يأتينا مصيحان سلطان بسعيد بن محسن الفلاحي في المركز التاسع والمركز العاشر يتقدم فيه مع سيف بن خلفان بن سيف لغويص هذه النتيجة للعشر المراكز لولا العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط فانطلاقات هذا الاندفاع وندان الثاني للعشر المراكز الأولى ننطلق مع الجعدان في أشواط الانتاج والمنتجين في الشوط العشرين في هذه الانطلاق مع الجعدان اللقاية ونتقدم ونرى التنافس وتبادل المراكز السريع والجميل في مسار الشوط نتقدم مع المركز الأول ونشوف هناك سيطر على المقدمة على المقدمة مياس راشد بن دنان بن فالح الشامسي على المركز الأول مسيطر بينما يليف المركز الثاني الدرع خالد بن حميد بن حارب لمهيري يأتي على ثاني المراكز المركز الثالث يتقدم مشاكل خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم على المركز الثالث المركز الرابع الرابع يتحرك في الشامخ محمد بن هلال بن سعيد العفاري على المركز الرابع في هذه اللحظة المركز الخامس عرنون يأتي عرنون سعيد بن عبيد بن سالم الراشدي يقدم عرنون في هذه الانطلاق يتحرك من قبل ناجح ناجح سعيد بن مطار بن محمد بن دحروي العامري لمتار الأخيرة الألف ومئتين غادرناها الكيلو المتر الأخير قربنا منه قربنا بل وصلنا إلى الكيلو الأخير إلى الكيلو الأخير وراعي دريبح يتقدم بالمركز الأول خالد بن حميد بن حارب المهير يقدم الدرع يقدم الدرع على المقدمة ولكن ناجح سعيد بن مطار بن دحروي بن دحروي العامري على المركز الثاني والمركز الثالث مياس راشد بن دنان بن فالح الشامسي على المركز الثالث المركز الرابع الشامخ محمد بن هلال بن سعيد العفاري في هذه الانطلاق في هذا الاندفاع الجميل في هذا التحدي الرائع عوده إلى المراكز الأولى عوده إلى الأمتار الأخيرة عوده إلى جولة الأوامر والمركز الأولى مسيطر من دحروية من دحروية وراعيد ربح من دحروية والمهيري خالد بن حميد بن حارب المهيري ينطلق على المقدمة ينطلق على المقدمة الدرع خالد بن حميد بن حارب المهيري سيطر على المقدمة انطلق بالمركز الأول المركز الثاني بن دحروي يقدم ناجح سعيد بن مطار بن دحروي بن دحروي ولكن خلاص خلاص تهانينا على فوز الدرع الدرع يقدم الأداء الجميل والرايخ خالد بن حميد بن حارب راعي دريبح لمهيري يقدم هذا الأداء الجميل في هذه الانطلاقات شكرا سلمان على هذا الأداء الجميل على هذا الانطلاق الرائع في هذا الشوت وتهانينا على المركز الثاني سعيد بن مطار بن دحروي العامري حل في المركز الثاني المركز الثالث الشامخة محمد بن هلال بن سعيد العفاري المركز الرابع من وصل في مياس لراشد من دنان الشامسي والخامس رقم تسعة مشاكل هذا مشاكل خليفة بن علي بن حمد العطي سبع دقائق سبع ثلاثين ثاني ستة جاء من الثانية تهانينا الدرع خالد بن حميد بن حارب المهيري وشكرا سلمان بالعبد كذلك في متابعة التضمير المركز الثاني سبع دقائق تسعة وثناثين الجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس لبند حروي سعيد بن مطار بند حروي العامري المركز الثالث الثالث بنشوف على شاشة التلفزيون المركز الثالث سبع دقائق وثنين واربعين بالنفاة والتمام تهانينا والناموس مشاهدين متابعين الكرام لمحمد بن أهلال بن سعيد العفاري تهانينا للجميع اشتركوا في القناة